بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اللقاء بإذن الله سوف نتحدث حول موضوع مضروب العدد The Victoria مضروب العدد يرمز لمضروب العدد نون بهذا الرمز ويقرأ نون مضروب أو مضروب نون وهو يساوي لاحظ ماذا يساوي مضروب النون؟ يساوي نون العدد نفسه ضرب العدد نفسه ناقص الواحد ضرب العدد نفسه ناقص الاثنين وهكذا إلى أن نصل إلى الواحد إلى أن نصل إلى الواحد مثلا مضروب الأربعة مضروب الأربعة يساوي نمسك العدد اللي هو أربعة ضرب النقص واحد إذن ثلاثة النقص واحد إذن اثنين وهكذا إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى الواحد مضروب الستة يساوي ستة ضرب الخمسة ضرب الأربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب الواحد إذن هذا هو مفهوم ماذا؟ هذا هو مفهوم المضروب يد قيمة نون التي تحقق التالي نون مضروبي ساوي 24 نون مضروبي ساوي 24 الآن نبحث عن العدد الذي مضروبه يساوي كم؟ 24 نبحث هل واحد مضروبي ساوي 24؟ أم اثنين مضروب؟ أم ثلاثة مضروب؟ أم الأربعة مضروب؟ وهكذا إذن نجد أن الأربعة وعشرين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أربعة مضروب باستخدام الآلة الحاسبة أربعة مضروب هي نفسها ماذا؟ 24 لاحظ إذن نون مضروب يساوي أربعة مضروب هذا يقتضي بالضرورة أن نون تساوي كم؟ تساوي الأربعة جزئية باء لاحظ عندي هنا اثنين نون مضروب يساوي 12 لاحظ أن المضروب متعلقة فقط لا غير بمن؟ بنون فقط لا غير وليست لها علاقة بالاثنين إذن المضروب متعلق بالنون إذن أول خطوة نقوم بالتخلص من معامل النون مضروب نخلي هذا الطرف الطرف الأيمن للمضروب فقط لا غير إذن نقسم تقسيم اثنين إذن نقسم تقسيم اثنين راح يكون عندكام 12 تقسيم من اثنين فيها كام فيها 6 الآن بنفس الجزئية ألف نحاول أن نبحث عن عدد مضروبه يساوي كام؟ يساوي 6 ما هو هذا العدد؟ يساوي كام؟ ثلاثة مضروب إذن مضروب الثلاثة يساوي 6 هذا يقتضي أن النون تساوي الثلاثة الجزئية جيم لاحظ بالنسبة للجزئية جيم نلاحظ أن المضروب متعلق بمن؟ بالعدد ثلاثة نون ثلاثة نون لكل مضروب يساوي كام؟ يساوي 720 هنا لا نستطيع أن نقول أن نقسم تقسيم مثل هذا لا نستطيع لماذا؟ لأن المضروب مثل ما قلت وذكرت المضروب متعلق بثلاثة نون معا الآن بهذا الشكل نبحث عن عدد مضروبه يساوي كام؟ 720 لاحظ ثلاثة نون مضروب يساوي ماذا؟ يساوي 6 مضروب مضروب الست يساوي 720 باستخدام الآلة الحاسبة إذن نجد في هذا الحالة لاحظ أن الطرف الأيمن متعلق بالمضروب وهكذا أيضا بالنسبة للطرف الأيسر مضروب من؟ مضروب الست هذا يعني أن الثلاثة نون تساوي الست إذن النون تساوي ماذا؟ بقسمة الطرفين تقسيم ثلاثة يساوي كام؟ يساوي اثنين ننتبه لهذه العملية هنا بالنسبة للجزئية با والجزئية جيم الجزئية با بدأناها بالقسمة تقسيم اثنين لماذا؟ لأن الاثنين ليس متعلق بالمضروب بينما الجزئية جيم لم نبدأ بهذا الشكل لأن المضروب متعلق بالثلاثة نون معا دال الآن لاحظ المضروب متعلق بالجزئية كامل والله جزء منه نعم بالمقدار كامل بثنين نون ناقص ثلاثة لكل مضروب إذن في هذا الحالة نحول الرقم مئة وعشرين إلى مضروب إذن ثنين نون ناقص الثلاثة مضروب يساوي ماذا؟ يساوي خمسة مضروب يساوي خمسة مضروب هذا يقتضي أن اثنين نون ناقص ثلاثة يساوي كام؟ يساوي الخمسة بأنقل الثلاثة إلى الجهة الأخرى مع تغيير الإشارة اذن اثنين نون يساوي ماذا؟ يساوي خمسة زائل ثلاثة خمسة زائل ثلاثة يساوي كام؟ يساوي ثمانية هنا الآن نستطيع نقسم تقسيم كام؟ تقسيم الاثنين إذن النون تساوي أربعة المثال اثنين جد قيمة نون التي تحقق نون زائد اثنين مضروب على نون مضروب يساوي ثلاثين في هذا النوع من الامثلة نقوم بماذا؟ نقوم بتحليل المضروب الذي يحوي مقدارا أكبر مقدارا أكبر الآن من الأكبر؟ نون زائد اثنين أم نون؟ طبعا نون زائد الاثنين إذن نقوم بتحليل مضروب نون زائد الاثنين إلى أن نوصله إلى ماذا؟ إلى مضروب النون بهذا الشكل لاحظ الحل نون زائد الاثنين مضروب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نون زائد اثنين أيوة كل مرة ننقص الواحد نون زائد الواحد ثم بعد ذلك نون مضروب ونقف لماذا؟ لأنه تحت عندي في المقام نون مضروب يساوي ثلاثين الآن لاحظ نون مضروب بتنحدث مع نون مضروب في هذا الحالة رح يبقى عندي نون زائد اثنين ضرب نون زائد الواحد يساوي كم يساوي الثلاثين نلاحظ بالنسبة للطرف الايمن وجود مقدارين نون زائد الاثنين ونون زائد الواحد الفرق فيما بينهما يساوي كم يساوي الواحد بنفس الشكل تماما رح نقسم الثلاثين الى عددين الفرق فيما بينهما يساوي واحد الان ما هم العددين اللي الفرق فيما بينهما يساوي واحد وحاصل ضربهما يساوي ثلاثين هما ماذا لاحظ ستة ضرب الخمسة اذا ستة ضرب الخمسة يساوي ثلاثين والفرق فيما بينهما كام والفرق فيما بينهما واحد الان احد المقادير الجبرية الموجودة في الطرف الأيمن تساوي 6 والطرف الآخر بطبيعة الحال رح يساوي الخمسة من الأكبر 6 أم الخمسة؟ طبعاً الستة بنفس الفكرة تماماً من الأكبر نون زائد الاثنين أم نون زائد الواحد فقط لا غير طبعاً نون زائد الاثنين هو الأكبر إذن الأكبر رح يساوي ماذا؟ رح يساوي في الطرف الأيمن رح يساوي الأكبر في الطرف الأيسر إذن وطبعاً الطرف الأصغر رح يساوي الطرف الأصغر هكذا إذن نون زائد الاثنين ساوي كام يساوي 6 منه النون كم تساوي؟ منه النون تساوي طبعا راح ننقل الاثنين للجهة الأخرى بإشارة سالبة إذن 6 ناقص الاثنين إذن نون تساوي الاربعة أيضا لو انطلقنا من المقدار نون زائد الواحد يساوي 5 أيضا راح نصل إلى نفس النتيجة هي هكذا دائما نمسك فقط لغير طرفا واحدا المثال رقم ثلاثة جد قيمة نون التي تحقق نون زائد اثنين مضروب يساوي 60 في نون ناقص الواحد مضروب الآن ما هو المقدار الأكبر؟ نون زائد الاثنين أم نون ناقص الواحد؟ طبعا نون زائد اثنين هو الطرف أو المقدار الأكبر إذن نقوم بماذا؟ بتحليله نقوم بتحليل نون زائد الاثنين مضروب نون زائد الاثنين مضروب يساوي ماذا؟ يساوي نون زائد اثنين نون زائد الواحد ثم بعد ذلك نقص مرة ثانية واحد كم بيكون؟ نعم نون ثم بعد ذلك نون ناقص الواحد ونقف مضروب ليش؟ لأن الطرف الأيسر نون ناقص الواحد مضروب يساوي ستين في نون ناقص الواحد مضروب إذن نستطيع الآن أن نقسم الطرفين تقسيم كم؟ تقسيم نون ناقص الواحد مضروب إذن نون ناقص الواحد مضروب بتروه مع نون ناقص الواحد مضروب هذا يقتضي أن نون زايد الاثنين ضرب نون زايد الواحد ضرب النون إساء وكم إساء وستين نلاحظ بالنسبة للطرف الأيمن ثلاث مقادير متتالية نون زايد الاثنين نون زايد الواحد ثم نون إذن بالنسبة للطرف الأيسر اللي هو العدد ستين لابد من تقسيم إلى ثلاثة أعداد أيضا متتالية نبحث عن ثلاثة أعداد متتالية حاصل ضربهما يساوي كم؟ يساوي ستين إذن نون زايد الاثنين في نون زايد الواحد في نون يساوي هل واحد ضرب اثنين ضرب ثلاثة يساوي ستين؟ لا إذن اثنين ضرب ثلاثة ضرب أربعة؟ طبعا لا نعم إذن نلاحظ أن الثلاثة ضرب أربعة ضرب خمسة ثلاث أعداد متتالية الفرق فيما بينهما كان الواحد وحاصل ضربهما يساوي كم يساوي ستين إذن نلاحظ أن النون اللي هو المقدار الصغير في الطرف الأيمن يساوي ماذا؟ يساوي الثلاثة اللي هو العدد الصغير الموجود في الطرف الأيسر إذن النون يساوي كم يساوي ثلاثة أيضا نون زايد الواحد يساوي كم يساوي أربعة منه النون يساوي ثلاثة أيضا نون زايد الاثنين يساوي كم يساوي خمسة منه أيضا النون يساوي كم يساوي ثلاثة لو مسكننا أي مقدار مع العدد الذي يساوي راح نجد أن النون بطبيعة الحال راح تساوي ثلاثة في هذا المثال مثال رقم ثلاثة جد قيمة نون التي تحقق نون مضروب على اثنين نون ناقص اثنين مضروب لاحظ أن المضروب متعلق فقط لا غير به نون ناقص اثنين ما له علاقة بالاثنين يساوي اثنين نون مضروب هنا أيضا المضروب متعلق بالنون كذلك وليس له علاقة بالاثنين على أربع مضروب في نون ناقص الأربع مضروب بالنسبة للطرف الأيمن بالنسبة للطرف الأيمن نلاحظ عندي في البست نون مضروب أما في المقام المضروب لمن؟ لنون ناقص الاثنين إذن ما هو المقدار الأكبر؟ هل الأكبر نون أم نون ناقص الاثنين؟ نعم نون هو المقدار الأكبر إذن نمسك هذا المقدار ونقوم بعملية تحليله إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى نفس المقدار الموجود في المقام اللي هو نون ناقص الاثنين مضروب من كل مرة نقص الواحد على اثنين في نون ناقص الاثنين مضروب يساوي أيضاً بالنسبة للطرف الأيسر نلاحظ أن نون مضروب موجود في البسط بينما في المقام نون ناقص الأربعة مضروب إذن ما هو المقدار الأكبر؟ المقدار الأكبر هو ماذا؟ هو النون إذن النون نقوم بتحليله نون في نون ناقص الواحد في نون ناقص الاثنين متى نقف؟ عندما نصل إلى ماذا؟ إلى نون ناقص الأربعة ونضيف المضروب على أربعة مضروب في نون ناقص الأربعة مضروب نلاحظ هنا نون ناقص الاثنين مضروب بتروح مع نون ناقص الاثنين مضروب وهذا الهدف من التحليل أيضا بالنسبة للطرف الأيسر نون ناقص الأربع مضروب بتروح مع نون ناقص الأربع مضروب اللي راح يتبقى عندي مع الضرب المقص هو كالتالي أربع مضروب من هنا جيت لأربع مضروب في ماذا؟ في نون في نون ناقص الواحد ماذا عن الطرف الأيسر اللي بقى في ماذا؟ بقى في اثنين نون في نون ناقص الواحد في نون ناقص الاثنين في نون ناقص الثلاثة مضروب في من؟ مضروب في الاثنين إذن اثنين في اثنين إذن كم أربعة في نون في نون ناقص الواحد في نون ناقص الاثنين في نون ناقص الثلاثة عندي هنا النون بتروح مع من؟ مع النون نون ناقص الواحد بتروح مع نون ناقص كعملية تنظيمية فقط لا غير رح نكتب بداية الطرف الأيسر اللي هو أربعة نون ناقص الاثنين نون ناقص الثلاثة يساوي كم؟ يساوي أربعة مضروب نتخلص في البداية من الأربعة المعامل الموجود إذن نقسم الطرفين تقسيم كم؟ تقسيم الأربعة أربعة مضروب فيها كم؟ فيها أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب الواحد إذن عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أربعة وعشرين تقسيم الأربعة فيها كم؟ فيها ستة لاحظ عندي أربعة مضروب تقسيم الأربعة فيها ستة الآن عندي في الطرف الأيمن عبارة عن مقدارين الفرق فيما بينهما يساوي كام يساوي الواحد إذن الستة رح نحول إلى ماذا إلى عددين حاصل ضربهما يساوي ستة والفرق فيما بينهما يساوي واحد ألا وهو ماذا الثلاثة ضرب الاثنين المقدار الأكبر رح ياخذ العدد الأكبر والمقدار الأصغر رح ياخذ العدد الأصغر إذن في هذا الحال نون ناقص الاثنين يساوي كام يساوي ثلاثة لأنه هذا المقدار الأكبر إذن سيكون النون تساوي كم؟ تساوي خمسة مثال أربع واحد على نون مضروب زائد ثلاثة على نون زائد الواحد نون مضروب يساوي مية وعشرين على نون زائد الاثنين مضروب نلاحظ في البداية عندي في الطرف الأيمن المقام غير موحد صحيح المقام غير موحد إذن نقوم بعملية توحيد المقام بالنسبة للتوحيد المقام عندي هنا نون زائد الواحد وهنا نون مضروب بالنسبة لمقام الحد الأول هو عبارة عن ماذا؟ نون مضروب إذن ماذا ينقصه؟ ينقصه نون زائد الواحد إذن سنضيف نون زائد الواحد يعني الضرب نون زائد الواحد الآن صار المقام متطابق بالنسبة لي المقدارين الموجودين في الطرف الأيمن لكن إضافتنا للنون زائد الواحد في المقام لابد أن نضيفه أيضا في البسط بهذا الشكل إذن رح يكون المقام موحد وهو عبارة عن ماذا نون موجود في البسط طبعا الآن صار المقام عندي موحد عندي في البسط نون زائد الواحد ضرب واحد إذن نون زائد الواحد زائد كم زائد الثلاثة أما بالنسبة للمقام نون زائد الواحد في نون مضروب يساوي 120 على نون زائد الاثنين مضروب لحظ أنه نون زائد الواحد زائد ثلاثة فيه كم نون زائد الأربعة نون زائد الواحد زائد الثلاثة يعني نون زائد الأربعة الآن نقوم بالتحليل المضروب الأكبر ما هو أكبر مضروب موجود عندي هو ماذا هو طبعاً عندي فقط لغير مضروبين عندي نون مضروب ونون زائد الاثنين مضروب إذن هو هذا المقدار الأكبر نون زائد الاثنين مضروب إذن نقوم بالتحليل لما نحلل نون زائد الاثنين مضروب هو عبارة عن نون زائد الاثنين نون زائد الواحد نون مضروب ونقف الآن نون زائد الواحد بتروح مع نون زائد الواحد ونون مضروب بتروح مع نون مضروب كل اللي تبقى عندي نون زائد الاربعة على واحد طبعاً بقى في المقام واحد يساوي مية وعشرين على ماذا على نون زائد الاثنين الآن نستخدم طريقة ضرب المقص لما نضرب ضرب مقص بهذا الشكل إذن رح يكون عندي نون زائد الاربعة في نون زائد الاثنين يساوي كم؟ واحد ضرب مية وعشرين يعني مية وعشرين نلاحظ في الطرف الأيمن يوجد عندي مقدارين حاصل ضرب مقدارين الفرق فيما بينهم يساوي اثنين هكذا أيضاً رح نعمل بالنسبة للطرف الأيسر رح نقص من مية وعشرين إلى عددين حاصل ضرب عددين الفرق فيما بينهم يساوي كم؟ يساوي اثنين هما ماذا؟ العشرة والاثناش عشرة ضرب اثناش فيه كم؟ فيه مية وعشرين والفرق فيما بينهما اثنين هي عملية بحث نلاحظ أن العدد الأكبر هو ماذا؟ هو نون زائد الاربعة وهنا اثناش إذا نون زائد الاربعة رح يساوي اثناش هذا يقتضي أن نون تساوي كم؟ تساوي الثمانية نون تساوي الثمانية المثال الخامس المطلوب إيجاد قيمة نون أيضاً التي تحقق اربع مضروب فيه نون ناقص سبع مضروب على ستة يساوي أربعة فيه ثمانتاشر ناقص اثنين نون مضروب على نون ناقص ستة الحل نلاحظ أن أربعة مضروب على ستة فيها كم؟ فيها أربعة لأنه أربعة مضروب فيها أربعة وعشرين أربعة وعشرين تقسيم الستة فيها أربعة الأربعة الموجودة في الطرف الأيمن تروح مع الأربعة الموجودة في الطرف الأيسر الحل أولا نلاحظ أن أربعة مضروب والستة والأربعة هذا تروح مع بعض ليش؟ لأنك عندك أربعة مضروب يساوي كم؟ يساوي أربعة وعشرين أربعة وعشرين على ستة فيها كم؟ فيها أربعة إذن أربعة من الطرف الأيمن تروح مع أربعة من الطرف الأيسر إذن لم يتبقى عندي أي عدد بالنسبة ل نلاحظ أن أربعة مضروب على ستة فيها كم؟ فيها أربعة لأن أربعة مضروب فيها أربعة وعشرين أربعة وعشرين تقسيم الستة فيها أربعة الأربعة الموجودة في الطرف الأيمن تروح مع الأربعة الموجودة في الطرف الأيسر الآن بإمكاننا أن نقوم بعملية ماذا؟ ضرب المقص صحيح؟ ضرب المقص إذن نون ناقص ستة في نون ناقص سبعة مضروب يساوي كم؟ يساوي طبعاً هنا عندي الواحد إذن ثمنتاشر ناقص اثنين نون مضروب نلاحظ أنه بالنسبة للطرف الأيمن نون ناقص ستة في نون ناقص سبعة مضروب هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن نون ناقص ستة مضروب نون ناقص ستة مضروب لأن هذا ناتج التحليل من نون ناقص ستة مضروب لاحظ نون ناقص ستة مضروب تساوي ماذا؟ تساوي نون ناقص ستة في ماذا؟ ناقص الواحد صحيح؟ إذن نون ناقص السبعة مضروب، نون ناقص السبعة مضروب، لأجل ذلك الآن أنا قمت بعملية تركيب بين المقدارين الموجودين هنا، راح نجده يساوي ماذا؟ نون ناقص ستة مضروب فقط لا غير، يساوي ثمانتاشر ناقص اثنين نون مضروب، إذن نون ناقص ستة تساوي كام؟ تساوي ثمانتاشر ناقص اثنين نون، الآن بعملية جبرية، راح ننقل سالب اثنين نون إلى الجهة اليمنى، والسالب ستة راح ننقل إلى الجهة اليسرى، إلى جهة الأرقام، راح يكون عندي نون زائد اثنين نون يساوي كام؟ يساوي ثمنتاشر زائد الستة، منه ثلاثة نون، نون زائد اثنين نون يساوي ثلاثة نون، يساوي كام؟ يساوي أربعة وعشرين، تقسيم ثلاثة للطرفين رح يكون عندي النون تساوي كم؟ تساوي الثماني هذا كان كل ما لدينا لهذا اللقاء أرجو أنني قد وفقته لتوضيح هذا المفهوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة